ألم ممزوج بالخدلان هو ما ينتاب هؤلاء الجرحى عندما وجدوا أنفسهم وحيدين في مواجهة أوجاعهم بعد تخادل الجهات المسؤولة في الحكومة عن القيام بدورها في علاجهم الحال السيئة التي وصل إليها جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تكشف عن قصص مؤلمة وسط إهمال وتجاهل متعمد رغم تكرر المناشدات والاعتصامات المتعددة التي نفذها هؤلاء للمطالبة بعلاجهم منذ أشهر خاض هؤلاء الجنود معاركهم للدفاع عن الجمهورية في وجه الميليشيا لكن لم يكن لأحد أن يتوقع أن تظل جراحهم تفترش الأرض دون رعاية في وقت تهدد الإعاقة معظمهم مستقبلا بعد عامين من الحرب في البلاد لا تزال وعود الحكومة للجرحى وذويهم حبيسة الأدراج ومقتصرة على الوعود في وقت تزداد فيه أعدادهم وتتفاقم معاناتهم في ظل غياب أبسط أنواع الرعاية وزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية أكدت في تقرير لها أن عدد جرح الحرب الدائرة في اليمن بلغ ثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعين جريحا منهم حوالي ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وسبعون جريحا يتعالجون في الخارج في وقت لا يزال فيه ما يقرب من أربعة آلاف جريح في الداخل بحاجة للعلاج في الخارج منهم ستمائة وواحد وأربعون في حالة خطرة وبحاجة عاجلة لنقلهم خارج اليمن يظل ملف شهداء وجرح الحرب أكثر ملفات الحكومة إهمالا في الوقت الذي يفترض فيه أن تبادل الحكومة لإعطائه الأهمية القصوى المعاناة ليست حكرا على الجرحى داخل البلاد حتى القلة التي تمكنت من السفر خارجها تعاني بشكل كبير حيث طرد العشرات منهم من المستشفيات قبل استكمال فترة العلاج بسبب عدم سداد تكاليف الدواء عواصم مثل الخرطوم وعمان والقاهرة ونيو ديلهي شاهدة على الإهمال الذي طال الجرحى وعمق أوجاعهم ويظل ملف الجرحى اختبارا إنسانيا وأخلاقيا على الحكومة الشرعية أن تنجح فيه إن كانت صادقة في مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب